اشتركوا في القناة ادم الناس رسميا في نادي كالياري الموسم واحد على سبيل الاعارة حسب جريدة لكيب نابولي يعلن رسميا في موقعه موقع النادي الرسمي يقوم نابولي بإدفاء الطبع الرسمي على نقل ادم الناس الى كالياري مع صيغة الاعارة قرض معناها الاعارة مع حق الاسترداد ايضا نادي ايضا صورة اللاعب بقميص نادي كالياري حسب الصفحة الرسمية لادم الناس على الانستغرام اذا مبروك والف الف مبروك لادم الناس انضمام الى النادي كالياري هذا الشيء يبشر بالخير وهذا الشيء جيد المنتقب الوطني دائما المنافسة هي الاساس ايضا الخبر لسبب تأخر انضمام بالعمري الى نادي اولمبيك ليون هو لاعب جواكيم اندرسون جواكيم اندرسون لاعب الدرماركي لاعب اولمبيك ليون نعطيك بعض المجريات كيف تمت العملية وكيف طالت نوعا ما الاعلان الرسمي عن انضمام بالعمري الى الامبيك ليون صفقت بالعمري مركاته اندرسون قريب من فولهام بالعمري في غرفة الانتظار يعني حسبها هذه RMC هي اللي اعلنت انه صفقت بالعمري يعني بالعمري مزال في قاعة الانتظار يعني مزال في الانتظار امضى قلب الدفاع الجزائري جمال بالعمري 30 سنة يعني زيارته الطبية اثناء الفحص الطبي في ليون يوم الاثنين لكن من المتوقع ان يوقع فقط اذا تم تأكيد رحيل يوكايم يواكيم اندرسون الى فولهام اللعب الدرماركي يعني ما لا يستطيع بالعمري الامضاء الا في حالة انتقال يواكيم اندرسون الى فولهام جريدة يواكيم اندرسون هو موجود في لندن للتعامل مع فولهام يقضي قلب الدفاع الدرماركي جواشيم او جواكيم اندرسون فحصه طبي يوم الاثنين في فولهام اعارة لمدة سنة دون خيار الشراء من بعدها من بعدها اعلن فولهام يعني في الساعات الاخيرة والدقائق الاخيرة قبل غلق السوق الانتقالات الميركاتو اعلن نادي فولهام عن ضم قلب الدفاع يوكايم اندرسون من ليون حسب سكاي سبور البريطانية بعد الموافقة على قرار الاعارة قال اندرسون انا سعيد حقا للقيام بهذه الخطوة اتطلع الى اللاعب في الدوري الانجليزي الممتاز واللعب مع فريق شيد مثل فولهام من بعدها صور انضمام يواكيم اندرسون ويلبس قميس نادي فولهام هذا هو الحل الوحيد لانضمام واعلان الرسمي عن انضمام جمال بالعمري لنادي اولمبيك ليون من بعدها يخرج العلينة اسماعيل الصحفي المعروف اسماعيل بو عبدالله في تويتر على جمال بالعمري امضى رسميا عقد مدة سنة مع نادي ليون ايضا قناة الكيب ذكرت هذا الخبر على قناتها تلفزيونية ان جمال بالعمري انتقل الى الى نادي اولمبيك ليون فقط بعد تأكيد خبر انضمام يواكيم اندرسون الى نادي فولهام الخبر الاخر كان كنا ربما نفرح بانضمام سليماني الى نادي ليون لكن الصفقة لم تتم نظرا لبعض الظروف اول شي اول من ذكر الخبر هي سكاي سبور سليماني وفق سكاي سبور اقترب سليماني من ترك لسر لم يكن وقتا سعيدا لاسلام سليماني في لسر لكن قد يكون الامر على وشك الانتهاء فقد اقترب المهاجم الجزائري من الانضمام لنادي ليون في الدور الفرنسي الدرجة الاولى يعني اسلام سليماني كان قريب جدا 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 من نادي اولمبيك ليون لماذا الصفقة لم تتم لكن الصفقة لم تتم حسب دائما الصحف اسماعيل وعبد الله لم يمضي في ليون بسبب عدم بيع منفيس دي باي لنادي برشلونة منفيس دي باي الذي سوف يبقى مع نادي ليون هو من افشل صفقة انضمام اسلام سليماني لنادي اولمبيك ليون اذا سليماني سوف يعود الى ناديه لسر سيتي اللاعب الجزائري بالعمري سوف انضم رسميا مش سوف انضم رسميا لنادي اولمبيك ليون الف الف مليون بليون تريليون مبروك للاعبنا الدولي الجزائري جمال بالعمري ايضا بدون ان ننسى الف مليون بليون تريليون مبروك للاعبنا الدولي الجزائري ادم الناس الذي انضم رسميا لنادي كالياري بقية فقط بالرحمة نتمنى إن شاء الله نشوفه بالرحمة في نادي يعطي له إمكانيات نتاعه ويقيم الإمكانيات نتاعه ونادي إن شاء الله يكون نادي ما نقولوش نادي كبير نقولو نادي مقبول في دوري الإنجليزي ممتاز لأن اللعب هذا يساح حقيقة دوري الإنجليزي ممتاز بليلي ما زال أمور غامضة على بليلي إلى حد ساعة ما كان ولا أي جديد على قضية يوسف بليلي ممكن يدي رخصة من الفيفا إذا قبلوا له ممكن كأنتقى الحر لاعب لينضم إلى بعض الأندية سواء في الخليج أو في دوريات الأوروبية نتمنى كل التوفيق لكل لاعب المنتخب الوطني منتقنا مع مائزنا للفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته